واحد من الشباب جالي من كام يوم كده وبيقول لي يعني يا شيخ في حاجة مشكلة كبيرة ومش عارب بصراحة دي حلها ايه? ايه يا سيدي ايه المشكلة عندك? قال لي ببساطة كده في واحدة يعني بدون ذكر اسماء بتدعي الفن هيبطول ان انا فنانة يعني. وعمالة يعني تنشر الفحشة بشكل كبير جدا على قنوات السوشال ميديا وعلى اليوتيوب وعلى صفحاتها وعايزة تصدر ترند بدون ذكر اسماء يعني. فدي نعمل معها ايه دي? بصراحة يعني انا ما بشوفها بتأثر. فنعمل معها ايه دي? زي دي نعم معها ايه? اول حاجة بس احب ارد على اخيها الكريم واقول له حاجة مهمة اوي. اولا غض بصرك. غض بصرك. وانا مذكر نفسي واياج بالكلام ده. غض بصرك. غض بصرك تماما 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 اجتهد انك تضطقي الله. حقيقي الطريق الى الله سبحانه وتعالى طويل والزاد قليل فما السبيل? وتزودوا فان خير الزاد التقوى. والتقون يا قول الالباب. طقوى الله سبحانه وتعالى هي المطلوبة. فانت اجتهد حبيبي ان انت غض بصرك. ما تفرجش على الكزورات دي. دي قزورات. دي دي قزورات. دي حاجات يعني اه حرام جدا جدا واحد ان هو يسيد نفسه للحاجات دي. فالاولى اصلا ان انت اقطع الباب من بدايته خالص وما تفرجش على حاجة زي كده. دي جزئية. الجزئية التانية بنقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان او انسانة. لا يبتقوا الله سبحانه وتعالى في نشر الفاحشة بين الناس. يعني حسبي الله نعم الوكيل فعلا. الدنيا بقت مفتوحة. وادي ناس بتقول لك الحرية المطلقة. ادي الحرية المطلقة. شباب عمال يقع للنهار في الافلام الاباحية وعمال يقع للنهار في اه عدم غض بصر والدنيا مفتوحة اوي اوي اوي. فيعني الموضوع محتاج مجاهدة جديدة فعلا. اسمع لقول تعالى في من ينشر الفاحشة بين المؤمنين. قال الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. والله يعلم انتم لا تعلمون. شوف الاية لخصت لك الموضوع من بابه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. والله يعلم انتم لا تعلمون. فالانسان اللي بينشر الفاحشة. والانسان اللي بتنشر الفحيش عشان تاخد لايك ولا تاخد شير ولا تتصدر في ترند ولا تاخد درع اليوتيوب ولا لا حول لقوة الا بالله لا حول لقوة الا بالله الظلم الظلمات صحيح والانسان اللي بيعمل كده ده بيظلم نفسه وهيرى الكلام ده في الدنيا قبل الاخر ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة اعمى فعلا فيه فرق جبير اوي بين طريق الهداية وطريق الغواية ده طريق الله سبحانه وتعالى وده طريق الشيطان عشان كده وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم انت فعلا لازم تسأل نفسك وانت صادق في هذا الدعاء وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم في فاتحة الكتاب سبعتاشر مرة في الفريضة واحدها دون الايه دون النوافل اعمل تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا انت صادق فعلا في اهدنا الصراط المستقيم وانا بقول الكلام ده واذكر نفسي واياكم به فرق كبير ايه يا شباب بين ان انا اقع في زنب ومعصية نتيجة شهوتي غلبتني واستغفر واتوب الله سبحانه وتعالى وكلنا اصحاب زنب ومعصي وفرق ان انا انشر الفحشة وفرق ان انا يبقى فرحان بالفحشة وفرق ان انا اجاهر بالفحشة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرون اللي بيجاهر بالمعصية وفرحان وفرحانة انها بتظهر جزء من جسمها ولا كل ما تحب تاخد لايك وشير اكتر كل ما تتخلى عن ما لابسها اكتر خزارة حقيقي يعني الانسان اللي بيعمل كده ده انسان انا مش عارف عايش ازاي ممكن فعل واحد يقع في زنب ومعصية ممكن شهوته تغلبه ويتوب لله ويكمل طريقه لله سبحانه وتعالى لكن هو يبقى فرحان بالزنب والمعصية ده زنب اكبر من المعصية نفسه يعني ان انت تقع في زنب ومعصية نتيجة شهوتك اللي غلبتك وبتوب لله وقوعك في الزنب ده الفرح به اكبر بكتير من وقوع في الزنب نفسه والمجاهرة بالمعصية والمجاهرة بالفاحشة ده زنب اكبر من الوقوع في الزنب نفسه هنلقى فرحان بقى واعمل اجيب الناس والصفحة بتاعتي بقى عليها مش عارف ايه نتيجة ان انا كل شوية كل ما اتحرق لها لا حاول ولا خطأ الا بالله لا حاول ولا خطأ الا بالله اخر حاجة بس احب اقولها حقيقي يعني اذكر نفسي واعيكم بها من امن العقاب اساء الادب وده رسالة انا بوجيها لاي حد يسمعني بسقول في البلد دي اللي يقدر وعنده سلطة عنده سلطة ان هو يعني يردع من اه يقوم بنشر الفاحشة يردعه يوقفه عند حده حتى لا تنتشر الفاحشة بين صفوف المؤمنين قاضي بقى وزير ايا كان مهنته ايا كان مسئوليته في البلد محامي يتقي الله يرفع قضية على الناس دي نشوف ايه الحل معاهم يعني اللي يقدر يعمل حاجة يعملها كلكم راعا وكلكم مسئول عن رعية فمن امن العقاب اساء الادب اللي عمالة كل شوية تقلع هدومها وعمالة كل شوية تطلع تتصدر ترند وكل شوية تطلع والناس سكتة والدنيا سكتة ليه يا جماعة في ايه ليه احنا امت اجابة نقمر ومعروف وانا انا همنكر فانا بس يعني ايه بذكر نفسي اياكم بالجزئية دي اللي يقدر يعمل حاجة يعملها واللي يقدر يقمر معروف وانا همنكر يعملها واللي يقدر يساعد في عدم نشر الفاحشة يعملها يعني اسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بمعلما اقولوا قولي هذا واستغفر لكم ونسوش تعملوا لايك الفيديو سبسكرايب لليوتيوب جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله